دعني أقول لك مثلاً دائماً الحلول السياسية متى تنجح الحلول السياسية تنجح بشكل أساسي وبشكل وابح وصريع عندما يكون هناك حوار مع جماعة تمتلك أدوات سياسية ونقصد هنا بالأدوات السياسية لحزاب الكيانات النقابات منظمات المجتمع المدني أو ما يمكن تسميتها بالقوة النعمة لكن هذه الجماعة لا تمتلك أي من الأدوات السياسية لا تمتلك أدوات سياسية ولا تمتلك أيضاً أرضية مشتركة بينها وبين اليمنيين بالضبط تماما المشتركة بين اليمنين دائما بكل اختلافاتهم بكل الاحزاب السياسية هي قائمة على ثلاثة القاطع السياسية الهوية اليمنية الجامعة النظام الجمهوري النظام الديمقراطي هذه الجامعة لا تأمن بأي من هذه الثلاث المفاهيم على إطلاق أدبيات الجماعة نقرأتها ورقة ورقة جميع ملازم حسين الحوثي جميع بيانة الجماعة مع عرفة الوثيقة الزيدية للإستطاع الأرقاء والسفل ليس بينها وبين اليمنين أي مشتركات بل إنها تحي مفاهيم خارج المشتركات مع اليمنين كل مناسبتها منذ سيطرتها على مقاريد السلطة بالإنقلاب المسلح لم تحي أي مناسبة لها علاقة بالقيمة المشتركة مع اليمنين لديها مجموعة من الأفكار القديمة التي أدر عن خلطة خلطة من النموذج الخميني الإيراني وخلطة أيضا من النموذج الإمامي المحل يعني دعني أقول لك أن تاريخ الإمامة في اليمن تقريبا بدأت القرن الثالث الهجري وحتى هذه اليوم لا تزالها للجماعة تريد أن تفني مفاهيم ذلك القرن الثالث الهجري على يد ما كان يعرف بالهجرسية الذي اتخذ من صعده مستقرا لها وبالتالي المشتركات التي بينها وبين اليمنين غير موجودة على المطلق هذا الحديث يجعلنا نفسر ما قاله محمد البخيتي في تصريح صحفي بأن جماعة الحثيين أنصار الله كما يسمونها لن تنظم إلى المعادلة السياسية من جهة أن تكون حزبا سياسيا لأن ذلك محرم نعم ومفاهيم حسين بدر الدنحوتي واضحة وذلك محمد البخيتي هو يعتبر الوحيد الذي داخل الجماعة يعني يصرح بما يدور دائما داخل الظرف المقلقة وهو يؤمن ما يسميه بالثقافة القرآنية والثقافة القرآنية أو المسيرة القرآنية كما جاء في ملازم حسين بدر الدنحوتي ترى أن الأحزاب وترى أن الديبقراطي وترى أن الجمهوري وترى أن هذه المفاهيم هي أبارة عن كفر بل أنهم يقولوا أن ذهب الحكم لمن هم خارج البيت هو يعتبر أو آل البيت كما يسموهم وهما آل البيت هي آل البيت الهاجمي البطن الذي ذكرها عبد العزيز جباري يعتبر نوع من أنواع الخروج عن صميم العكيدة لماذا؟ لأن هذه الجماعة تختلف عن بقية جماعة الإسلام السياسي جماعة الإسلام السياسي لا ترى على الإطلاق بالحاكمية من صلب العكيدة الدينية بينما أن هذه الجماعة بعتبرها امتداد للموروثة الزيدي الهادوي وخلطة مركبة من النظرية الخوينية والنظرية السلالية الهاشمية في اليمن ترى أن الحكم يعتبر من صلب العكيدة الدينية وليس عبارة عن نظرية السياسية حتى على وجهة تهديد بل أن ترى أن من بقضع للبيت هو مضغوض وطبع العديد وتعلي أيضا من شأة الحاكمية إلى أن تصلها إلى ملاتب العطائب يعني مثلها مثل التوحيد وهذا تم تصلح فيه في أكثر من مناسبة إذا نحن أمام جماعة طائفية متشددة تقابلها في المقابل جماعات القاعدة أو داعش أو نحو ذلك يعني وفق بقديل الشخصي لو لا أن اليمن اليمن مثلا لماذا لم تنشأ بها تنشأ جماعات متطرفة في المقابل لسبب بسيط جدا أن المقاومة الشعبية كانت واسعة جدا كانت جماعة الحلوثة تريد أن تخلق بعادلة بالتنسيق مع أطراف خارجية ودولية في اليمن هو أن تدعي أنها تقاوم مثلا تنظيم القاعدة وتدعي أنها تقاوم مجامع من داعش أو ما كانت تسميهم وفق مفاهم حزب الله الجديد في المنطقة بالتكفيرين لكنها فوجأت لمقاومة شعبية واسعة على أسس سياسية وبالتالي تمت ضالة الحرب في اليمن على أسس سياسية بين شرعية وأنقلاب ولم تنزلق إلى البلاد إلى مربع الصرع الذي أرادته جماعة الحلوثة بإطباء جماعة وظيفية لإيران في اليمن ومن خلفها مشروع غربي كان يريد أن ينتج ما يشبه بالانتصام الطائفي لعادة تشكيل المنطقة الجديد وبالتالجزيرة العربية حقيقة استمتعت بتحليل سياسي بنكهة تاريخية أشكرك جزيلة شكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة